موسيقى حياكم الله متابع القنوات الرياضية السعودية في كل مكان طاب مساءكم بالخير والمسرات تحية طيبة وظهيرة ممتعة بمشيئة لا نقضيها معكم من خلال رحلتنا الصحفية اليومية المتجددة والمتنوعة من خلال قراءة الأخبار والمستجدات في الوسط الرياضي تحية من كافة الزملاء في فريق العمل اليوم حلقة جديدة وقراءة جديدة لكل المستجدات في الوسط الرياضي السعودي الساخن أمس النصر ودع من دور أبطال آسيا أحد ممثلين في هذه البطولة حظا وافرا لكل النصروين حظا وافرا للوطن كنا نمنى النفس ونتمنى ونتأمل تأهل النصر لدور الأربعة على اعتبار أنه سيواجه أحد المتأهلين من الاتحاد والهلال وبالتالي نضمن وجود فريق سعودي في نهائي دور أبطال آسيا لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن والنصر أمس غادر من المشهد الآسيوي وبقي الرهان على الهلال أو الاتحاد هذا المساحة كبيرة إن شاء الله سنخصصها للحديث عن هاتين الموقعتين موقعة النصر أمام السد القطري وأيضا الهلال أمام الاتحاد في الكلاسيكو الآسيوي الكبير نبدأ حلقتنا بالسؤال قبل السؤال أذكركم بحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي أولا في موقع القنوات الرياضية السعودية حساب القنوات الرياضية السعودية أيضا هاشتاغ البرنامج اللي من خلاله نسعد ونرحب بكل الأراء والملاحظات نشوف سؤالنا لهذا اليوم في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول يستضيف الهلال اليوم الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا برأيك من الأقرب للوصول لنصف النهائي اليوم خليناه لكم خيارين فقط لأن أساسا ما فيه إلا هالخيارين الهلال أو الاتحاد أنا لو أود ودي الهلال والاتحاد سواء سوائلين النهائي لكن ما صارت مثل ما نبيه عموما خلونا نبدأ لحلاتنا الصحفي بالماشتات في الجزيرة الفيصل رئيسا للاتحاد العربي حتى عام 2022 وفي اليوم التحكيم الآسيوي يسد نفس العالم إلى مكة محيط الرعب يجذب آسيا لقمة الهلال والاتحاد وفي البلاد الأمير منصور يتكفل بمستحقات برانكو والمحمدي يقود مؤقتا ومن الشأن الأهلاوي الساخن إلى عنوان جديد في الاقتصادية حديث لبن مساعد سأشتري عقار شيفلد كي أتفادى خطأ من سبقني من جدة أرحب بضيفنا الأستاذ عمر الكاملي الناقد والخبير والإعلامي المعروف حياك الله عمر مساء الله بالخير أخوي بندر مساء الخير لجميع المشاهدين والمتابعين مساء الخير لضيفك الكريم أهلا وسهلا أيضا نرحب بالأستاذ فهد الروقي الخبير والناقد الرياضي المعروف حياك الله أبو عمر حياك الله أخوي بندر أرحب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أرحب بالزميل عمر الكاملي عمر الكاملي سمي الغالي وإن شاء الله تكون حلقة مثيرة وممتعة للمشاهدين الوضع مشعل الأبو عمر الوسط الرياضي ساخن أم لا؟ الأحداث متلاحقة ولا شك أن هذه طبيعة المجالات التنفسية بشكل عام والأحداث الكروية لدينا بشكل خاص سواء خارجيا أو داخلي خاصة اليوم بعد تعرف الهلال والاتحاد بعد أيضا كلاسيكو أعتقد أن الحدث الأبرز العنوان الكبير للأحداث اليوم أنا أعتقد أنه تصنف من ضمن أهم مباريات دور الأبطاع وممكن تكون المباراة الأكوة نهائي مبكر يعني نقدر نقول أنا لا يمكن أن أتوقع أنه النهائي لن يحظى بهذا الزخم الذي تحظى فيه مباراة الهلال والاتحاد لحتى لو لاعبوا وديا سيكون لهم نفس الزخم لا شك أنه السعودية هي أقوى الدول في آسيا على مستوى كرة القدم والاتحاد والهلال والاتحاد هم الأقوى محليا على عدد بطولات على عدد كثافة جماهيرية على مدى تنافس تاريخي يميزه ممكن تجي فترات فيها بعض الشباب لكن يميز هذا التنافس أنه تنافس كبار نعم لنا إن شاء الله رجع وعودة للحديث عن كلاسيكو القارة الأسيوية بين الهلال والاتحاد قبل ذلك استعرضنا مجموعة من العنوين في صحيفة الجزيرة الفيصل رئيسا للاتحاد العربي حتى عام 2022 جاء فيه تفاصيل هذا العنوان نصبت الجمعية العمومية لاتحاد العربي الكرة القدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد وذلك في اجتماعها الخامس والعشرين الذي عقد أمس في مدينة جدة وتم تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لفترة رئاسية من 2019 حتى 2022 وذلك في حضور أعضاء الجمعية العمومية التي استهلت أعمالها بكلمة للرئيس المكلف للاتحاد خلال الفترة الماضية محمد روراوة استعرض من خلالها برامج ومسابقات الاتحاد والتقارير المعدة من الأمانة العامة بينما أعلن الأمين العام للاتحاد الدكتور رجل الله السلمي اكتمال نصاب الجمعية العمومية عمر الكاملي مسئولية جديدة تضاف لمسئولية الأمير الشاب قائد مسيرتنا الرياضية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أولا نبارك للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل هذا المنصب تحديدا وأنا أعرف هذا الشاب قادر على ملأ هذا الكرسي بكل قوة هو شخصية شبابية رياضية قادرة على إكمال مسيرة المعالي المستشارة تركي آل الشيخ خاصة وأن تركي آل الشيخ صنع حراكا غير طبيعيا في هذا المنصب لفترة محددة والآن الدور كبير والمهمة ليست بالسهلة على الأمير عبد العزيز بن تركي أمامه عقبة كبيرة خاصة في أي شيء عربي بكل أمانة الاتحاد العربي لا بد أن يكون اتحاد قوي اتحاد له مكانة البطولات العربية لا بد أن تعود كما كانت خاصة في العام السابق كانت بطولة مهمة وبطولة قوية وكانت متابعة من الجميع أتمنى في هذا الموسم تحديدا أن تنال هذه البطولة الضخم الكبير والمتابعة والاهتمام وأن يكون هناك للمنتخبات كذلك دور آخر سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي للعربية وأن يكون هناك حراك حقيقي وواقعي ومنطقي ويحقق أهدافه نعم أبو عمر ثقة جديدة للأمير عبدالعزيز الفيصل وأيضا مسؤولية جديدة خطوة جديدة نحو الأمام وأهل الله صحيح كل ما تذكرنا أو كل ما جاء طاري للاتحاد السعودي لكرة للاتحاد العربي لكرة القدم تذكر المغفور له بإذن الله الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه له قول مأثور الاتحاد العربي وجد ليبقى ووجد ليتطور ويستمر حقيقة طبعا يعتبر الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل هو سادس شخصية تستلم رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم ولنا الشرف أنه كل هذه الشخصيات مملكة عبدالعزيز سعودية بدعا من الأمير فيصل بن فهد ثم الأمير سلطان بن فهد والأمير نواب بن فيصل والأمير تركي بن خالد ثم معاني المستشار تركي أهل الشيخ والآن الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل يعجبني في هذا الرجل رغم أنه شاب وأنه فيه سمات الهدوء وهي سمات رائعة أو سمات تتطلب موجودها في القائد من يريد أن يعمل يغلف عمله بصمت ويترك عمله هو من يتحدث عنه بإذن الله يعني كلنا ثقة بأن الأمير عبدالعزيز قادر على قيادة الاتحاد العربي إلى أفق أرحب وأوسع خصوصا أنه من الصعب جدا أمامه معوقات كبيرة جدا بالذاته معوقات الجغرافية لا يمكن أو من الصعوبة أنه يكون عندك رزنامة لبلدان في قارتين مختلفتين تستطيع أن تخلق منها مشاركة فعالة نعم مثل هذه المعوقات إضافة إلى الخلافات التي دائما تصاحب البطولات العربية صحيح وربطها يعني أتوقع حدثت في عهد المستشار تركي الشيخ أنه تم ربط هذه الأشياء بالاتحاد الدولي وأنه ستكون هناك عقوبات سواء داخلية وخارجية على الفرق الخارج على النص مثل هذه المعوقات التي كنا نعرفها كلنا ثقة بأن الأمير عبدالعزيز قادر على تجاوزها وهو أهل الله كل التوفيق لقيادتنا الرياضية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ودعواتنا لهم بكل التوفيق وكل الزملاء العاملين معه في الاتحاد العربي وأيضا الاتحاد السعودي وحتى كل المسؤولين في رياضتنا لتحقيق كل ما من شأنه تطور ونهضة وتنمية الرياضة السعودية نروح للمشهد الآسيوي الشأن الآسيوي موقعة الأمس الموقعة المؤلمة لنا كسعوديين بخسارة النصر أمام السد القطري واللي كان لها أسباب كثيرة من ضمنها صحيفة اليوم قالت في عنوانها الكبير أن التحكيم الآسيوي يسد نفس العالمي ودع النصر دوري بطال آسيا عقب خسارته أمام السد القطري بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء ياب دور ربع النهائي الذي جمعهما مساء أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد سجل للنصر عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الرابعة والثلاثين وكان السد قد سبقه بالتسجيل عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة السادسة والعشرين وحسن الهيدوس في الدقيقة التاسعة والخمسين ثم أضاف الجزائري بونجاح الهدف الثالث من ركل الجزاء في الدقيقة الثالثة والثمانين وكان النصر قد فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد ولكنه خسر بمجموع المبارتين أربعة إلى ثلاثة سيواجه السد في نصف النهائي فريق سعودي آخر حيث ينتظر الفائز من الهلال والاتحاد في مباراة الليلة فهد الروقي النصر ودع من دوري أبطال آسيا كنا نتمنى مواصلة المسيرة على الأقل نظم الفريق سعودي في نهاي دوري أبطال آسيا أنا بالنسبة لي هذا الخروج غير لا أعتبره مفاجأة ومتوقع بالنسبة لي لماذا؟ تحدثت معك بندر بعد مباراة النصر والسد أبطال الذهاب على هذه الطاولة نعم وكان النصر فائز وقتها 2-1 وقلت أن النتيجة غير مطمئنة إضافة إلى أن النصر يفتقد إلى خبرة المواجهات الدولية أو الكبيرة مثل هذا افتقادها للعنصر المحلي القوي المميز ثم النقطة أهم أن النصر يعتبر فريقان فريق قوي مرعب للخصوم يتمثل في الخطة الأمامي بوجود جوليانو مرابط الحمد لله وفريق هش ضعيف من السهل ضربة في المنطقة الخلفية عادة يعني دلال خيبري وبرحمان الدوسري محاور اسمعها شابة جيدة لكن لا بد أن يكون فيه نوع من النواع الازدواجية والتكاملية بمعنى أن يكون لا بد أن يكون في خط العمق لاعب خبير نتكلم على المنطقة المحورية المركزية منطقة محور الارتكاز هذا عدا أنه في توريا بالأمس يعني لو تغاضينا عن موضوع الأخطاء التحكمية العاسيوية اللي مش النصر كان آخر ضحية الكرة السعودية تعاني الويل من هذا الموضوع من سنوات طويلة لو تراكمية وأخطاء تراكمية ولا يعني التاريخ يشهد بأنه واحدة من أكبر المجازر اللي حدثت في كرة القدم والأخطاء التحكمية كانت نشي مورا في مباراة الهلال السدني اللي قتلت فيها العدالة ونحرت للأسف الشديد في ذاك الوقت إلى وقت قريب مارس كثير من الإعلام السعودي بل حتى مسؤولين التغني بهذا الحكم لدرجة أنه رئيس لجنة حكام افتحاد قدم سعودي يلوم محلل تحكيم سعودي على انتقاد نشي مورا اللي ينحر فريق سعودي يعني شفت كيف المعادلة كيف تمشي ثم وضعت عبارات التمجيد وأنه هذا حكم العدالة اللي حدث أنه هذا أمر متوقع أو مستمر بحكم ويستفيد منها بعض من لهم نفوذ في الاتحاد الآسي والضعيف الاتحاد الآسيوي جاء بتكتلات وأجندات معينة وهو الاتحاد في إدارة ضعيف وينفذ كثير من هذه الأجندات لو استرجعنا فقط بالذاكرة من هو نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي؟ هاني بن طالب بن بلان قطري فما استغرب مثل هذه الأخطاء اللي تحدث ويستفيد منها هذا الجانب اللي بخاصة اللي السد له له تبعات كبيرة في هذا الجانب في آخر بطولة حققها السد 2011 بدأت بفوز على فريق الشباب دوره 16 بخطة تحكيمي مستطاع مرغم أفضلية الشباب وحقيتها بالفوز لأنه خطة تحكيمي نحر الشباب وجير الفوز للسد والآخر طيب هو امتداد الكوارث التحكيمية اللي تواجه لندية السعودية اللي صار بالأمس بالنسبة للنصر أنا أقول أنه من أقل لكنه في خطأ يعني في كثير من بس أنا أثر في نتيجة المباراة يعني أنا لست يعني تتكلم عن عدم احتساب ركلة احتساب ركلة غير صحيحة أخطاء مؤثرة داخل ملعب شوف بندر شوف في أخطاء كرة القدم في 30% جهة البياض و 30% جهة السواد وبينهم رمادي 43% بمعنى أنه فيه خطأ واضح لا يقبل الشك وفيه صح واضح في منطقة رمادية اللي هي الـ 40% هذه اللي ممكن تقرب البياضة والسواد نعم الخطأ اللي حوقع من الأمس من الحكم بالنسبة لي هو خطأ تقديري أنا لست خبير تحكيم حتى أفصله هناك من رأى أنه ضربة الجلزة صحيحة وهناك من رأى أنها غير صحيحة بغض النظر حتى لو يعني وإن كنت أميري لأنه خطأ تحكيمي لكن السؤال هل كان النصر مؤهل بالمستوى اللي ظهر عليه في المباراة تحديدا أنه نقول بأن النتيجة سُلِبت منه النصر قدم واحدة من أسوأ مباراياته استسلام تام أنا أحمل في هذا الموضوع نعم في توريا تحدثت المرة السابقة معك أنه في توريا ترى ارتكب أخطاء في مباراة النصر الذهاب وأن الفوز يخفي هذه الأخطاء طيب عمر الكاملي أسألك سؤال جوهري لماذا خرج النصر من دور إبطال آسيا؟ النصر ما كان خصوصا في مباراة الأمس ما كان مهيئ بكل أمانة أن يكون ينتصر من داخل الملعب في أخطاء كبيرة ارتكبها المدرب الفريق سواء في التشكيل سواء حتى في لياقة الفريق كانت حتى الدقيقة تسعين ونادي السد هو المسيطر نعم هناك أخطاء أخطاء وتمثل ثمانين في المئة من السواد يا فهد وعشرين في المئة من البياض أخطاء تحكيمية خصوصا لضربة الجزاء بل أنت ما كان مع الأسف الجانب ما هو المظلم الجانب الظالم فكانت ضربة الجزاء هي اللي غيرت مسيرة المباراة 2-1 كانت حتمتد للوقت الإضافي ومن ثم ضربات الترجيح لكن مع الأسف النصر ما كان في يومه وما أدى مباراة تليق بمكانة سمعة النصر نقول هردلك للنصر والجايات أفضل النصر فريق كبير النصر سواء بالأجانب الموجودين قادرين على التعويض في القادم الأيام خاصة أنهم مشاركين في البطول الأسوية ومستقبلا وكذلك لديهم مهام كبيرة بدءا من الدوري وكأس الملك إلى غيرها النصر بالأمس بصراحة وإذا استمر على هذا المنوال في الدوري سيذهب لبراكز متأخرة خاصة في ظل الاعتماد على دفاع غير منظم دفاع متوسط الدفاع حتى الحارس لم يكن ذلك الحارس أنا وليد عبد الله بكل أمان أراه أفضل من الحارس الموجود والذي يمثل اللعب الأسوي الرابع لكن مع الأسف النصر لا بد أن يبحث عن خط الدفاع قوي وأن يكون في مستوى الحدث ومستوى الدوري خاصة أنه بطل آخر مناسبة جميل يعني أنا صراحة أنا صراحة يعني أمس بعد خسارة النصر لاحظت شيء ما أدري إذا أنتم لاحظتوا معاي ولا لا أن الرأي العام النصراوي مع وجود خطأ مؤثر من الحكم وأن ظلم النصر وتضرر منه النصر بنتيجة أمس إلا أنه ما رمى كل الجمل بما حمل على الحكم يعني اعترفوا اعتراف صريح بأن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب أن هناك أخطاء أن حتى اللاعبين الأجانب نصرويين نصرويين أنا تابعتهم إعلاميين وجماهير أمس ردة الفعل قالوا أن حتى اللاعبين الأجانب اللي كنا نراهن عليهم حمد الله جوليانو مرابط ما كانوا في يومه وبالتالي هذا اعتراف صريح بأن النصر أمس لم يقدم المايش فعلة بالفوز هذا يحسب للنصر هذا يحسب للرأي العام النصراوي ما كبروا الموضوع وضخموه ورموه على التحكيم وأن هناك ظلم مع أن هناك ظلم بالفعل لكن النصرويين كانوا متعقلين مع ردة الفعل والتعامل مع هذه الخسارة هذا يحسب للنصر يا عمر أو لا للنصرويين والرأي العام النصراوي أكيد من المؤكد من المؤكد هذا يحسب للنصر سواء حتى الجماهير النصر ليست بذلك الغضب الكبير من حكم المباراة لأن النصر لم يكن في يومه لو سجل جوليان الفرص المحققة التي سنحت له لانتصر النصر مبكرا لكن هناك إهدار للفرص عدم تنظيم داخل الملعب الأظهر مفككة يعني لو شفنا الهلال السد متسيد حتى الدقيقة 95 مع الأسف وهذا يتحملها المدرب بنسبة 90% شرائك أبو عمر يعني أنا أعطيكيها باختصار وأكون صريح معكم مع المشاهدين أنا أمس صراحة يعني رفعت القبة على الرأي العام من نصراوي ما شفت بكائيات شفت تعقل ما شفت ما شفت ناس يعني تغالط الحقائق قالوا مثلا إحنا تضررنا من الحكم وإحنا خرجنا من الحكم واواوا وكبرنا موضوع لا باعتراف صريح من نصراوي أنفسهم قالوا أننا خسرنا المباراة لأننا ما كنا في الحورمة أشي سمح لي بس أوضع لأخوي عمر في مسألة البياض والسواد أنا أتكلم عن أخطاء التحكيم بشكل عام أنه فيه خطأ واضح أخطاء واضح يتمثل 30% بياض أن تكون أخطاء صحيحة يعني قرارات صحيحة من الحكم وفيه 30% تمثل سواد وفيه 40% رمادية يعني الخطأ مش واضح بمعنى أن الحكم يعتمد في تقديره يعني فيه ضربة جزاء البارحة في أي منطقة تحطها في الرمادية يعني فيه ممكن حكم يحسبها يعني تحتم الأكثر من الرأي ممكن حكم يحسبها ممكن حكم ما يحسبها اسمحني بس حياتي يا أبو عمر أمس حتى الهلاليين والأهلويين والتحدين يقولون أنها ركلت جزاء أنها غير صحيحة فيه شيء اسمه وضوح يعني مو بس النصرويين واضح وضوح الشمس لا أنا أقول لك إيها بصريحة العبارة ركلت الجزاء أمس اللي تضرب منها النصر مصلعة طيب عيني عينك واضح أنا قلت لك أنا أنا كشخص أروح في اتجاه أنها ضربة جزاء ايه مش ضربة جزاء أنا أروح في هذا الاتجاه لكن لم يعني ليش أنا أقول لك أنه مسألة موضوع أنه كيف تحسبها في اللون الرمادي أنه ممكن حكم يحسبها وممكن حكم ما يحسبها لأن الحكم لو كان يقر بهذه اللقطات أنه مجرد الاحتكاك يحسب ضربة جزاء يعني لاحتسب ضربة جزاء أو تحايل حاول يعملوا مهاجم السد بغداد بنجاح في الشطة الأول والحكم تغى يعني ما توقف عند هذه اللقطة في لقطة الأمس تيجي اللقطة أنا أقول لك ليش أنه في حكم يحسبها ومع حكم ما يحسبها أنه هل اللعب موادو احتك بأكرم عفيف قبل بعادة للكرة أو بعدها اللقطة كانت جزئيتها بسيطة جدا يعني أنا أقول لك في حكم خصوصا أنه عدم وجود تقنية الفارس ساهم في هذا الخطأ متى أنا أقول فريق نحر تحكيميا أو ظلم تحكيميا متى؟ لما يكون الفريق صاحب أفضلية وانت نتزعت هذه الأفضلية منه بالأمس النصر لا يستحق حتى الخروج بالتعادل بس حتى ولو هذا خطأ مؤثرة أنت تتكلم عن أخطاء مؤثرة في عالم كرة القدم جزء من لعبة قدم راكلة الجزاء احتسابها وعدم احتسابها مهما كان يؤثر في نتيجة مباراة جزء من لعبة كرة القدم بدليل أن النصر أيضا استفاد من أخطاء التحكيم في مرحلة المجموعات ونعرف أنه تسجل هدف غير صحيح نهائيا طب خلي ممكن لو ما تسجل النصر لا يتعهل طب خلينا نقطة اللي بعدها ما شاهدنا أمس بوجهة نظرة أنا أشوف العكس مش مع التضخيم أنا أرى أشوف النصر فنيا أنا أرى أنه غير يعني يعتبر إنجاز وصولي لهذه المرحلة سبب من أسباب وصولي لهذه المرحلة دكاء الإدارة النصروية السابقة والحالية في عدم ممارسة الضغوط على الفريق وأنه الفريق غير مطالب بتحقيق البطولة مع العلم أنه ما يحدث داخل الفريق يدل على أنه الفريق بدى فعلا خاصة في دور الستة عشر أنه بدى الفريق يشتغل على موضوع أنه أصبح ضمن أجندته لكن من حقه طبيعا من حقه طيب لا شك أنه كل فريق مشارك في البطولة من حق أنه بس كيف تقول أنه غير مؤهرة تحقيق آسيا أبو عمر فنيا 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 هو أفضل فريق سعودي لا بطال الدوري نرجع نفس الستوانة السابقة بنترك موضوع بطولة الدوري والجانب الفني العام الماضي إذا بتتكلم على الجوانب الفنية المنافس على اللقب تغنت به الركبات على المستويات ونعرف الظروف التي أدت إلى سقوط هذا الفريق الذي تغنت به الركبات والذي صاحب أفضل انطلاقه في تاريخ الدوري السعودي وصاحب المستويات المبهرة والذي حتى والحق ما شهدت به الأعداء حتى خصومه تغنوا به ونعرف كيف ماذا حدث في وقته وكيف يقول رؤساء لجان تحكيم تناقشنا في الماضي خلينا في الإصار أمس أنت تقول أنت تقول أمس ما شفت أمس ردت فعل النصر مصدر قوة الأساسية عشان أقول لك غير مؤاهل تحقيق بطولة آسيا وقلتها المرة مصدر قوة الأساسية الثمانية جانب اللي كان معه في الموسم الماضي تقليص هذا العدد إلى أقل من تقريبا ما يقارب الربع والثلث واعتماد النصر على الأنصر المحلي النصر هي أنصر عنده غاب كبير جدا بين اللاعب الأجنب واللاعب المحلي مع ليش يا أبو عمر على أساس أن الهلال يحقق أبطال آسيا كل سنة على أساس أن الاتحاد يحققها كل سنة على أساس أن الأهلي يا رجل هذا أكبر كل الأندي السعودية كلهم فشلوا في تحقيق دول أبطال آسيا خلنا نجيبها من الأكير نحن مصحي مصحي وليس ترسل وقفة ضدية كيف مصحي لا عايق أنا لا أدافع عن الحق أنا أقول كلام الصحيح من 2005 يا أبو عمر من 2005 إلى 14 سنة داخلي في السنة 15 ولا فريق سعودي نجح في دوري بطال آسيا تأهلوا تأهلوا اللي تأهل إلى النهاية وما أحقق البطولة مثل اللي غادر في دور المجموعات كيف مبصحيح أنا أبغى منجز سعودي أنا أبغى منجز سعودي أبغى رقمي تحقق لي شيء يسجل في التاريخ دعنا نتكلم انت تقول النصر غير مؤهل لتحقيق دوري بطال آسيا يعني على أساس أن الاندي الأخرى حققت tätä دوري بطال آسيا لا يوجد لها مجال في هذا الكلام كيف لا يوجد لها مجال انا نتكلم عن النصر نتكلم عن النصر الرأي الفني في النصر أنا جالس أربط الموضوع الآن هذا لهباب آخر نتكلم هروب للأمان هذا الهباب نتكلم فنيا النصر غير ما تحقيق دوري بطال آسيا العنصر المحلي عنده ضعيف جدا مش ضعيف جدا لا يتوازم مع إمكانيات ثلاثة لاعبين أجانب هو مع خمسة آخرين في الموسم الماضي كان سبب ارتفاع مستوى النصر الكبير القابل كبير بين مستوى اللاعب المحلي ومستوى اللاعب الأجنبي في النصر هو أضعف الفريق فنيا لما تجي تقارن لي مثل عناصريا تتكلم على عناصريا أنا عندك يعني تتكلم بضرب مثال الهلال كم لاعب دولي في المنطقة يمثل الهلال محليا وهو سبب من أسباب قوة أتكلم لك على سبعة إلى ثمانة إلى تسعة لاعبين كم عندك لاعب محلي مؤثر دولي في النصر واحد لاعب واحد عمر هاوسام هنا نتكلم هنا هذه الجوانب الفنية التي نتكلم عنها أنا لا أظلم النصر في النهاية نحكم عن نتيجة النتيجة النتيجة الحقيقة والحقيقة أن الأندية السعودية جميعها لم ينجح أحد في دور التراسي اسمان هذا الفرق أنه فريق يصل للنهاي في أكثر مناسبة وينافس البطولة في أكثر منافسة ويقالع دول أندية القارة في أكثر مناسبة يعتبر خسارته في النهائيات فشل في مقابل فريق يوصل لدور الثمانية هذا الكلام الذي توصله هذا رأيك يوصل لدور الثمانية يعتبر إنجاز هذا رأيك بينما الآخرون يرون بأن لنا إحنا غايبين لنا 15 سنة المشهد الآسيوي أنا أتكلم عنه أنا أتكلم يهمني الآن الاتحاد اسماني أنا أهمني النصر الهلال الاتحاد أي فريق أهم نجيبها البطولة الاتحاد النصر في النهاية يسجل في تاريخ المسابقات الآسيوية أن فريق السعودي الفلاني حقق موضوع الثماني موضوع البطولة هذه لها عوامل أخرى في أحيانا تأتي فيها عوامل توفيق باختصار الذي تقوله في النصر في الجزية هذه عشان نروح الهلال الاتحاد نستكمل حديثنا الآسيوي أنا أقول لك على مستوى أنت تقول ردة الفعل النصراوية أيها ليس صحيح أنه ما ضخمه أنا أقول لك جزء من عدم التضخيم أن الفريق محاولين إظهار أن البطولة ليس من ضمن أجندة النصر هذه المحاولة التي كانت فمن الصعب أن تقول هذه ما هي من ضمن أجندتي وإذا خسرت تضخمها إضافة إلى أنه فيه كانت ردة تفاعل من الطرف الآخر من ضمنها تغريدة الرئيس النادي صفان السويكة الذي أيضا تكلم على موضوع التحكيم الذي أنت تقول أنه ما تطرق له إذا كان راس الهرم تطرق لموضوع التحكيم أنا 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 ما قلت أنا 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 deficiency فهمتني غلط أنا ما أقول أن النصرويين ما تطرقوا إلى موضوع التحكيم هم تطرقوا إلى موضوع التحكيم لكنهم ما ضخموا الموضوع ما بالغوا في ردة الفعر ما قالوا إننا أننا يعني 12 12 يعني أنا أقول لك إعتراف يحسب للنصرويين طيب كم ساعة مرت كما هذا اللي بيختزلون كل حدث كم ساعة ترى المبرامة انتهى الساعة ثمانية أو تسعة أو عشرة ونحن الآن الساعة ثنتين الظهر طيب ما مرحت حتى أربع عشر ساعة عشان أقدر أقيس ردة الفعل لما تشوف ردة الفعل عقب المبرامة مباشرة ما تتظهر لك ردة الفعل مع أول تعثر للنصر في الدوري حتشوف ردة الفعل الغاضي طيب عمر الكامل يبقى اختصار لو سمحت عشان بنقفل في الموضوع هذا بنروح الهلال والاتحاد والله أولا الشيء المفروض ما يكون باختصار لابد نأخذ بالعدالة أبعطيك وقتك كامل أبعطيك وقتك كامل رأيه بكل شفافية أنا عندي موضوع كثير عمر تعرف أولا أتفضل أول شيء الحالة النشومورية اللي عليها الأخ فهد والظاهر يمكن جاء من حصة تربية فنية لهذا يقول 90% إلى 80% هو أخذ الجانب الرمادي لكل ما تعنيه هذه الكلمة في مباراة النصر والسد النصر فريق كبير شئنا أبينا من الثلاثة الكبار الأربع الكبار وكان بطل الدوري أهم دوري في العام الماضي بطل أهم دوري دوري الأمير محمد بن سلمان بعيدا شاء من شاء وأبى من أبى النصر مؤهل كما هو مؤهل الاتحاد والهلال لأي البطولة خارجية ولو جينا نأخذها بالمقاييس والمعايير السدل بكل أمانة أفضل من النصر وأفضل من الاتحاد وأفضل من الهلال للمهيئة ومعدل سواء من اللعبين المحليين أو اللعبين الأجانب لكن ثقتنا في عنديتنا لا حدود لها يمكن نصر خسر في الباراة الثانية لكنه فأس في الباراة الأولى ولولا الأخطاء وعدم التوفيق والحكم الظالم اللي احتسب ضربة جزاء غير واضحة وغير كانت ثقة فيها غير متأكدة منها لكانت هناك أمور أخرى النصر فريق كبير ومؤهل ويكفيه بأنه أول فريق يشارك في كاس العالم وقدم مستويات كبيرة ولهذا لا يمكن أن نبخص من هذا الفريق فريق النصر بهذا الحجم أو أحد أنديتنا أو ممثلي الوطن بكل أمانة طيب نفتح موضوع الهلال والاتحاد بعد فاصل قصير فاصل الرجيم اشتركوا في القناة حياكم الله سعيا للوصول إلى نصف النهائي بعد انتهى لقاء الذهاب الذي جرى على ملعب منية ملك عبدالله الرياضية بالتعادل السلبي كنتيجة تبدو مريحة قليلا للاتحاد مقارنة بمضيفه الهلال خاصة وأن الحسابات تضع الهلال في خانة المطالب بتحقيق الفوز إن أراد التأهل مباشرة أو جر المباراة إلى التعادل السلبي ومن ثم الفصل في نتيجتها خلال الشوطين الإضافيين وركلات الترجيح يعني يبحث الاتحاد عن فوز أو تعادل إيجابي فهد الروقي محيط الرعب هذا المساء يستضيف قمة آسيا بين الهلال والاتحاد كيف تنظر لها باختصار قبل ما أدخل في موضوع الكلاسيكو هذا المساء يبدو لي أنه أول ما حاولت أوضح للأخ عمر قبل أكثر من مرة لكن يبدو لي أنه يعني فاهم على قدة أنه كنت أوضح له أنه اللون الرمادي المقصود أنه الأخطاء التحكيمية لها ثلاث ألوان لكن بس هو قال راية وانت قلت رايك أبو عمر وانتهينا لا معلش يعني بس أنه حتى على مستوى ترى اللي جاي من الحصص الفنية أرحم ألف مرة من اللي جاي عم الصعبات تعلم فأنا عاذري يعني ولا أنا بغدخل في مهاترات معه حتى بعد يعني نوصل مرحلة من الحوار يعني متدنية لا منك ولا منه ما ودنا أحد يتجاوز على الآخر يا بو عمر لو سمحت أنت قلت رايك وهو قال رايك وانتهينا ليش ترنجعون لما قال تربيه فنية أنت ما تحرك فيك عرك لما رديت عليه وقلت له ما فيها شيء طيب ما فيها شيء طيب والآن مستوى تدني مهنة عزيزة وشريفة طيب أنا قلت له نفسي صعوبة التعلم تربيه شريفة لا حتى ولا ما هي المشكلة بيها الاسقاط نرفضه الاسقاط نرفضه كان من الأولى أنت ضيفنا على عيو الراس عمر الكامل يضيفنا على عيو الراس كان من الأولى ترفض من البداية ولا ترفض معينا هو قال رايك وانت قلت رايك يا بو عمر فلا توصف كلامي بأنه لا 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 أنت وياه لكم جميعا للجميع أنا كلامي واضح احنا نناقش أخبار رياضية حديث رياضي ما زلت في هذا الموضع ما زلت في هذا الجانب ما زلت ولا نزلت الله الحمد وأربع بنفسي أن أخذ في هذا النزول أنا أقول التربية الفنية أرحم من هذا وحنا قبل شو نتكلم عن النصر أجل الله عيني على الهلال والاتحاد ما عندي وش بتقولون بعد ما عندي أنا نتكلم عن موضوع أنه الهلال والاتحاد لا شك أنه قلتها سابقا هي كلاسيكو كلاسيكو على مستوى القارة مباراة الليلة هي مباراة جديدة بكل ما تعلي كلمة جديدة من معنى بوز أحد الفريقين سيؤهله الخط بطاقة التأهل التعادل إن كان سلبيا يمدد المباراة لأوشفات إضافية التعادل الإيجابي سيؤهل الاتحاد باعتبار قدرة على التسجيل الأقرب من الأقرب فنيا على الورق الهلال الأفضل فنيا والدعم الجماهيري والأرض مصاحبة له لكن الاتحاد فريق شرس يملك خبرة في هذه البطولة صحيح يملك روح عالية جدا ودائما يتجلى في مباريات الكاسيكو من الأندية وهذه نحسب لنا من تأتي بالأول والثاني على مستوى البطولات السعودية على مستوى الجماهيرية على مستوى الزخم الإعلامي على مستوى حتى الحراك في المجتمع هذا الأول والثاني على مستوى الآن الحراك آسيوي قاري صحيح لا شك أنه مباراة لن تقل يعني عن نهج الفريقين السابق في مواجهاتهم من العام الماضي في مبارايتين الدور الأول والدور الثاني مباراة الدور الأول كانت في الرياض الاتحاد كان الأخير والهلال كان الأول لاحظ أنه الأول والأخير عادة من مباراة الأول والأخير تكون فيها الفور ومع ذلك كانت مشاعلة نسترى المباراة الأخيرة أبو عمر ما كانت مقنعة مباراة جدة قتلها المدربان لا مدرب كانت ممتعة بالنسبة لك أنا قلت قتلها المدربان ما قلت امتعبها المدربان قتلها سيارة أغلق ملعبها وحاول أنه يعتمد على الارتداد قابلة عدم تقدم هجومي من رازفان اللي لعب على مباراة ذهب وفيه مباراة طيب خلنا نروح لعمر لأنه قبل شوية عمر يقولني أنا ما عندي عدالة في الحلقة وعطيتك وقت أكبر من وقته أنت ما عندك عدالة خلينا نشوف عمر الكامل يتفضل يا عمر خذ الحلقة كلها تفداك أول شيء أنا لا بالعكس بالعكس حبيبنا أول شيء يعلم الله لأني لم أكن أكصد الإسكاط على الأخ فهد أو شيء هو ذكر الأبيض والأسود والرمادي ومن هذا المنطلق أنا قلت تربية فنية خلينا نتجاوزها خلينا نتجاوزها عمر لو سمح شيء آخر الهلال والاتحاد عموما بارات الاتحاد عموما عموما أكيد أكيد عموما بارات الهلال والاتحاد لا تحتمل لأي مقاييس أو أي أعطاء داخل الملعب الاتحاد والهلال كلاسيكو الأسوي الأهم كلاسيكو العربي كلاسيكو المحلي الاتحاد والهلال دائما تخضع للأمور فنية بحتة داخل الملعب قادر الاتحاد أن يتجاوز الهلال والهلال بنفس الحال قادر على تجاوز الاتحاد لكن بارات ستذهب بعيدا خاصة بعد خسارة الاتحاد من ضمك هذه المبارات أثرت فيهم سلبا وتعادل الهلال مع الفيحاء في الرمك الأخير هذه من المؤكدة انعكست سلبا على الجماهير سواء الاتحادية أو الهلالية لم تعد هناك ثقة مطلقة في مدربي الفريقين الاتحاد بدأوا يتلمسون الخوف من سييرا هذا اللي كان يمكن الرجل الأول ولا زال الرجل الأول إلى اليوم اليوم سيتحدد بصير سييرا في هذه المبارات إذا فأس ستعود الثقة في هذا المدرب من الجماهير الاتحادية أما إذا خسر فسيكون راحل لا محالة اليوم بعد الخروج الأسوي بالنسبة للهلال الهلال يمكننا تميز اليوم بلاعبين أفضل على أرض الميدان سواء لعبين المحليين أو الأجانب في كل الأحوال الهلال أفضل فنيا وهو قادر على كسب المباراة متى ما عرفها المدرب الفريق أن يوظف إمكانيات فريقه الاتحاد كذلك قادر بشرط أن يكون سييرا في يومه وليس اللاعبين سييرا تحديدا سييرا إذا اختار العناصر الأفضل في الاتحاد سيكون له كلمة أتوقحها لن تذهب يمكن تعادل أقرب تعادل إيجابي سيتأهل الاتحاد أو فوز الهلال بأربعة واحد أهم شيء نستمتع في المباراة يعوضونا على الأقل عن المباراة الذهاب اللي كانت سلبية في كل شيء بس الأخ عمر يعني كان متنق يعني يتعادل إيجابي أربعة واحد فضل متطرف ما بيننا يتعادل إيجابي تأهل الاتحاد أيوة يعني يأفوز الهلال واحد صفر لا لا أبدأ يأفوز الهلال بنتيجة كبيرة يأتعادل إيجابي لأن الاتحاد لا لا لن تنتهي واحد صفر لن تنتهي واحد صفر يأتعادل إيجابي واحد صفر واحد صفر يعني واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر متطاربة يعني والله أنا بالنسبة لي ما تفرق لا يأتعادل يأتعادل إيجابي واحد 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 منهم يحقق البطولة زعلنا أمس النصر العوض اليوم إن شاء الله في الهلال والاتحاد زعل كمس النصر لا لا بإذن الله زعل كمس النصر لا أنا ما قلت لك أنا متوقع خروجه كيف زعلني أنا لو متوقع خروج الهلال اليوم ما تحسن أنك تضايقت من خروجه يعني كنا نتمنى أن النصر يقابل الهلال أو الاتحاد واحد منهم يروح للنهاي نقف معه قلبا وقالبا يعني ندعمه بكل ما نستطيع حتى يحقق دوريب طلاسي اللي نسيناها النصر يحتاج لاعبين أنه تصبح لديهم خبرة مثل ما كنت أنت الآن أنت الآن مش أنت قبل خمس سنوات يعني الآن تضرب من تحت الحزام تعطي أسئلة ملغمة الجانب العاطفي دي أني أنا تأثرت شوف يا عمر شوف أرجع علي رجع علي يا رحيل لا لا شلو شلو يعني تأثرت يا فهد أنه بخسارة النصر شوف لا أنا أسأل أي نادس أنا 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 بجاوبك أنا أعر أنا أقول لك هذا أي مواطن سنودي غيور على رياضة السعودية بيزعى الطبيعي يقول أنا أمس تضايقت من خسارة النصر اسمان هذا السؤال يدل على أنك أصبحت صاحب خبرة في المجال يعني مش مثل البدايات طيب شي شي طبيعي أنت بداياتك زي ما أنت الآن لا أنا نخفضها الخلاصة الآن ألعب على الخبرة أنت وصلت بعدين نجزلت لا أنا ألعب على الخبرة طيب الجانب العاطفي المشاعري هذه أنا كإعلامي أي شخص إعلامي أنا مش بالضرور أنا أرى من من لزوم ما لا يلزم إبداعه ويظهاره أه لأنه أنا أطرح رأي ليس أفرح لخسارة على الأقل مشاعري لنفسي نعم فريق يمثل المملكة لو لم يكن أمره يعنيني إن خسر فلن أجاهر بمشاعري أن فاز من ملكة شغاف قلبي من حق أن أجاهر بمشاعري لكن لن أرقص على جراح فريق يمثل المملكة على الأقل لتزم الصد هذا الردي هذا الردي وأتمنى هذا الكلام ينطبق على حساباتكم الشخصية في تويتر والكلام للجميع ليس فقط كلام نردده في البرامجة الرياضية أيضا ينسحب هذا السلوب على المواقع التواصل الاجتماعي في تويتر في مجالسنا العامة ممتاز لا مجالس العامة مو نت OD through البرامجة الرياضية قدام التلفزيون لا 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 ما هب هذه شف ما هو بالمعايات منصير مثاليين لا، ما هو بالمعايات في تويتر لا ليس مثالي أولا كنت يعني فهد الروقي عنده شخصيتين ماش شخصيتين أنا ترى أضرب مثال ما أتكلم عنك إنت يعني مثلا فهد الروقي عنده شخصيتين شخصية التلفزيون شخصية في تويتر رجل أقول رأي وما يعبر يكبت مشاعره ولا يطلعها أنا رجل أعبر عن رأي أعبر عن رأي أمس كل اللي قلته في تويتر أو كتبته في تويتر قلته الآن ما في أي تناقض بينه طيب الرأي واحد أما مشاعر الفرحة أو الحزن هذه أمور واضحة خاصة فيني لا تليق بإعلامي نعم أنه يبدي مشاعر حزنه أو فرحته بخروج فريق طيب هذه وجهة نظري طيب نروح للأهلي المشهد الأهلاوي ساخن مكبوب عشاه البالح طيب في صحيفة البلاد الأمير منصور يتكفل بمستحقات برانكو والمحمدي يقود مؤقتا أنهى الأمير منصور بمشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أزمة عقد المدرب الكرواتي برانكو المدير الفني المقال وكان الأهلي قد أعلن إقالة برانكو بعد الهزيمة أمام الوحدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تكفل الأمير منصور بدفع كامل قيمة الشرط الجزائي في عقد برانكو والتي قد تصل إلى ثمانية ملايين ريال وذلك بعد رفضه تخفيض المبلغ وقد تم تكليف المدرب صالح المحمدي لقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الأيام القادمة عمر المشهد الأهلاوي ساخن أمس حديث للأمير منصور بن مشعل اللي تداولته كل وسائل الإعلام والبرامج الرياضية عن رئيس النادي وعن ما يحدث في النادي وعن الغربة للمتوقع حدوثها وأيضا الاستقالات المتوالية اللي حدثت في البيت الأهلاوي ماذا يحدث في الأهل يا عمر أول شيء أنا أختصر ما يحدث في الأهل بالفوضى بكل أمانة أمس تصريح الأمير منصور بن مشعل تصريح خطير جدا سواء على نقل أخبار النادي تسريب ما يحدث داخل الفريق عدم الجدية من بعض اللاعبين رئيس النادي والاتهامات سواء الباشرة والغير مباشرة عدم حضوره للنادي صهر اللاعبين حتى آخر المساء موضوع خطير جدا سيكون هناك ضحية يا الأمير منصور بن مشعل يا أحمد الصائغ لا بد أن يذهب أحدهما حتى تنحل مشكلة الأهل الأهل فريق كبير لا بد كان أن يدار ما حدث في الأهل بشكل مختلف تماما داخل البيت الأهلاوي لكن لن نرى أحمد الصائغ مرة أخرى في رئاسة النادي الأهلي أنا أجزم بأنه ولن نشاهد رئيس يتجرى في ظل وجود الأمير منصور بن مشعل الذي حمل يمكن كل شيء على عاتق في هذا الموسم سيختار هو الرئيس لكن رئيس مرشح لا أعتقد خاصا دخلنا في المعمعة الدوري ولهذا الأهلي يمكن وجهته غير واضحة لا بد أن يكون هناك تدخل من الهيئة لحل مشكلة الأهلي بكل أمانة نعم أبو عمر فهد الرواقي الأهلي الوضع مشعل في الأهلي شوف الأهلي ظهرت أموره في خارج السطح النصر شابه ترى عن المستوى الإداري يعني الراية مقلوبة في النصر والأهلي المنطقي أنه رئيس النادي هو السلطة الأهلي في النصر والأهلي المشرف على كرة القدم هو السلطة الأهلي فصراع الآن سلطتين في النصر يبدو فيه نوع من التناغب لكن الحدث غلط أنه يكون السلطة الأعلى أو الأقوى عند المشرف العام المفروض أنه هذا رئيسك في الأهلي ظهر هذا الخلاف ظهر على السطح الأمير منصور بن مشعل لا شك أنه البارح ارتكب خطأ كاره في ظهوره تصريح الفضائي كان تصريح مزعج لأي أهلا الحل قال الأخ عمر أنه أحد الرجلين سيارح وهذا الحل المنطقي أو الحل الآن لكن إذا أراد الأهلي لاحظوا أن الأهلي خلال سنوات الماضية يتكلم على عناصر أجنبية عناصر محلية أجهزة فنية الأهلي يمتلك كل مقومات الفريق البطل إذن لماذا لا يحقق ما يتوازن مع هذه الإمكانيات المادية الفنية العناصرية لأن الأهلي يعاني من عقدتين حقدة الرمزية وعقدة التبعية الرمزية أنه وضع أفراد فوق مستوى الكيان أو فوق مصلحة الكيان إذا تعارضت مصلحة الكيان مع الأشخاص فيفضلون الأشخاص على الكيان والتبعية التبعية أصبح من يقود الرأي الأهلاوي ويأثر في الجماهير الأهلي الأهلي هو الخيار الثاني كيف؟ باختصار اشرح لي كيف؟ أنا أضرب لك مثال العام الماضي الأهلي تضرر بقرارات كثيرة من اتحاد القدر بدل من الدفاع عن حقوق الأهلي أصبح الوقوف ضد ضد مصالح الأهلي بسبب تبعية لفكر معين كره لنادي معين هذه التبعية هي من أضرة الأهلي يجب إذا أردت أن تعالج وضعك يجب أن تعترف بمشاكلك طيب زميلتنا هند العصيمي تقول أن خبار محلية جاهزة وتأخرنا عليها ممكن نروح؟ نروح طيب دعونا نرى الخبار المحلية جولتنا في الصحافة المحلية لهذا اليوم نبدأها من صحيفة الجزيرة التحكيم الآسيوي يزف السد على حساب النصر لنصف نهائي ونشرت ذات الصحيفة الاتحاد ينهي تحضيراته لمواجهة الهلال بمشاركة جميع اللاعبين ومن الجزيرة إلى الرياض لوشيسكو نملك معدلة تهديف عال ومستعدون للاتحاد وجاء في صفحات المدينة الوحدة يعلن التعاقد مع كارينيو رسميا وإلى صحيفة مكة حمروات ساتو تقلق الهلاليين وذكرت ذات الصحيفة تهيئة جروس لخلافة سيارة في الاتحاد وأخيرا من صحيفة الرياضية الطاولة يتصدر تصفيات المنديال طيب من جولتنا المحلية إلى الميديا مع زمينا فهد فضل يا فهد شكرا لك زميلي بندر أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ميديا اليوم بنكهة الهلال والاتحاد نبدأها من الهلال وتحديدا مع قوميز اللي قابل بعض الأطفال في النادي وتكلم معهم بالعربي أحد الأطفال قال له أنت معلوم عربي؟ الليلة لأول مرة الاتحاد بيلعب في محيط الرعب خلونا نشوف الأجواء تمرين فريق البارح في نفس الملعب عمر خربين بادر بخطوة إنسانية وجميلة للأمانة زار المشجع الهلالي ومحارب السرطان عيسى في المستشفى طبعاً وعده إذا جاب الهلال آسيا بيجيب لتشيرت المحلة المركز الإعلامي في الاتحاد نزل مقطع حماسي للعبين يذكرهم بأمجاد العميد وتكلم تحديداً عن مسيرة الاتحاد الذهبية في البطولة الآسوية قبلت التحدي اشتركوا في البطولة الآسوية ونختم مع مقطع نشرة للمركز الإعلامي في الهلال يحفز فيه اللاعبين والجماهير كل التوفيق للفريقين اللي يمثلون في آسيا وأي واحد منهم بيتأهل أكيد وأكيد وأكيد بندعمه اشتركوا في القناة نشوف نتيجة سؤالنا اليوم طبعاً جاء السؤال في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول استضيف الهلال اليوم الاتحاد في إياب ربع نهاية دور البطال آسيا برأيك من أقرب الوصول نصف النهاية ثلاثة وخمسين بالمية اختاروا الهلال سبعة وربعين بالمية اختاروا الاتحاد شارك في هذا التصويت أكثر من سبعة آلاف وثمانمائة مصوت عمر الكامل طبعاً النتيجة ما تعجبك عمر صح؟ ربعاً صعبة جداً لا فارق ضئيل جداً ولهذا أنا أقول لك الذي يتأهل سنقول له ألف ألف مبروك نعم صحيح أبو عمر فهد الروقي الاتحاد والهلال نقول ألف مبروك لأي واحد منهم صح؟ لا شك و ندعم عينين في راس لا شك و من الدعم أحياناً الصمت من الدعم؟ الصمت الصمت صحيح الهلال والاتحاد أهم شيء واحد منهم و إن كنت هلالي و الاتحاد تأهل إما أن تدعمه أو تصمت على الأقل و إن كنت اتحادي نعم و الهلال تأهل إما أن تدعمه حتى لو بالصمت نعم نفس الشيء نطبق على بقية لا نلوم الجماهير لكن ألوم بعض ما نبتلئ بهم الإعلام كل التوفيق لممثلينا هذا المساء الهلال والاتحاد شكراً لفهد الروقي شكراً عمر الكامل شكراً لكم مشاهدين أغداً إن شاء الله تجدد الموعد الثانية ظهراً إلى اللقاء